السلام البنات كديري اللبس عليكم كل شبه خير أمركم هانية تنتمينا عدلا بيديوهادي تلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة يا رب أنا كيف تتشوفوا ماشي في صحة جيدة والحمد لله على كل حال كديرين أمركم هانية كدرتوا مع هات الصهودات اليوم شوية الحال بل هي شوية اليوم منبرد فاش مشينا عن طبيب ومشينا نجيبو الدوسي ديالي ديالي يا غيم بل هيكين شوية الهاوى اليوم يا ربنات كيف تتشوفوا اليوم كان عندي الريزولتات ديالي ليه غيم ديالي بشينا تقريبا مع ديك أربعة ونصف جبانس كنا في صندخ بعدها ديالي كاملة تقريبا منعستش مزيان كنت معصبة بزاف ذاك الشي اللي داز عليها في ديك ليه غيم ديالي البار حبقا مؤثر عليها تعصبت لواحد درجة كبيرة ضررتني معتي بزاف زائد الحريق اللي تنحس بي في في عنقي وفي فراسي من اللور يبو الحمدلله على كل حال وبعدها تتفاصل كما قلت لكم بشينا نوهي شم بعدك جوية الربعة ونصف بشينا للصندخ أعطونا الرزولتات ديالي هزيناها ديالي ومشي تديتها للطبيب ديالي بعدها لقينا الطبيب خاوي لقينا غير واحد السيدة اللي بلوطوحنا نحن اللولين السيدة كانت مراية ما كانوش عندو الناس ليوم بزاف وصف دخلت عندو جبد لي كليشي جبد الورقة التي تصفتو مع ذاك الراديو لي أغام لي درس عندي مشاكل في الفقرات ديال العظام ديال الفقرات ديال عنقي باللور ديال الرقبة ديالي كان مشاكل في سي كاتخ سي سينك سي 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 ست هذو ما الفقرات اللي فيهم مشكيل تتسمى الأغني جوبونس الحل نقدر نقول عليها فتق فتق ديال الفقارات بها المعنى أنا أترجبتها لكم بالدريجة باش يقدروا بزافت ناس يفهموها مهم بعد شي فقارات مديكاليين على بعضياتهم هذا الفقرات كما تقولوا قال لي هو مخصوش كبر يعني خاصني نبقى في هاد فهاد النسبة اللي أنا وصلة لها دابا يا إما نبقى وقفة فيها أو لا نتعالج يعني مع هاد الوترات المو اللي اعطاني حيث ما زال قال لي غادي نعودو تصاور أخرين خسي نحسافض بالتصاور اللي عندي دابا باش يدير واحد مقارنة فين كانت وفين وليت دونك يا إما غادي حاولي شوف هاد شي تزيد مخصوش اتزيد خسي نبقى وقفة في هاد النبو او نبرا أما إلا تزيد هد راخر عد وثاني يعني خسي نبقى في هاد النبو هاد من زيدش لأن فقارات اللي اللي آتـت لكم فيهم بتيت كينا واحد شوية ديل موقوش مقدين الفقارات التانية فيهم موين يعني كاين مشكل نيت إكشار الشيطانيات الشي الحريق مصف للبنات غادي شليق لي مهم أول حاجة انك هاد شرئوا البيناغ يجب أن تكون قاسحة لأنهم لا يوجد أنواع أنا أول مرة أعرف هذه المسألة أصحبني غير نوع واحد يجب أن تكون قاسحة لا يجب أن يخرجنا من عنده ونزلنا غير هنا أحد الدار يجب أن تكون مخصصين فاتش الميديكال تبعو لي بروتيز واتش الميديكال نزلنا لديه هشام على حسب الرق العنق على حسب الرق العنق يجب أن تخسر إليه على حسب الرق العنق لأنك فقط لديك إذا أتكشت إليه فأنت أدخل إليها لأن أذهب علينا أطفال وأنت أدخلها إليها وإن أطفال بالطانبيل كنت تكرفص بزاف يعني في اي ضوضان في اي حفرة وقت اللي تكسيري هيشام او اللي تحبس تنتعذب البارح تصور البارح بدي تنغوت حسيت في رأسي فعلا توعد في الطنوبيلة سيغطورة كانو الحفاري بزاف في الارض ولا الارض ممقاداش ولا هذي ولكن اليوم انفوشريتها ودرتها ركبت هذيك الساعة وطلعنا في الطنوبيلة باش نجير للدار كين فرق يعني فاش طلعت في الطنوبيلة وانا ديرها وهو غادي حسيت مثلا حش بذك الالم الكبير اللي حسيت به وانا ما ديراهاش دونك الحمدولي الله قالي ضروري في الطنوبيلة سوى ان كانت مسافة قصيرة ولا طويلة مهم خاص هالدار ان بلوس منيكون شدها كالتليفون وتنتفرج فيه هذرا واتساب ولا الله اعلم ولا سوق بايسي يعني لك تنخدم في البايسي مهم ضروري ان هالدار في الطنوبيلة في 13 اللي تيخليوني نخدم بعنقي بزاف مثلا حتى في الدار مثلا حتى في الصباح تبغيت غير نشطب الدار شدني لك خيس في عنقي بزاف حتى تضغيش يعني في حالة 13 كامينا جيخدك 16 صغار اللي سنتكرفس فيهم يعني نديرها اعطاها لي المدة شهر مهم على منول فعل لانه فغامو هي انا حسيت بها تتعصب في الاول لسيب عنقك هكا فيكسي ما تقدر لتتحركي الهنا لهنا تتزير لك على عنقك على صدرك لانه بحطوطة فوق صدرك ما يمكن شوية تبرزيط فيها ولكن راه المفعول دياله حسن من تبرزيط دياله يعني مع المودة يمكن غادي نولف بدأت خفل الاول غادي جيني شوية قاسحة ولكن مع الوقت را غادي نولف يعني معد شي مكان البناته وبالنسبة للدواء خليلي نفس الدواء اللي اعطاني اللي اعطاني ديك النهار قلي هاد شي غادي تكمليه ودايما نبقى ناخد الدواء ديال المعدة معاه لانه في غامو ديجرة بضراني المعدة مع ديك التعصيبة اللي تعصبت في داكلية غامو وحتى الدواء اللي ديال الحرائق ودك شي تعمل ما تضروا في المعدة قلي نكمل تراتمون ديالي وزادني دواء اخر ما عرفش ربنات وش عمر فيكم شي واحد خدا هاد الدواء هادا اللي خدا هاد الدواء هادا يقول ليه ما عرفش هادا تهو عطاه ليه تيصلح للحرائق الحرائق تغتو ديال الأعصاب ودك شي غادي هادا عطاني غير حبه وحده في الليل حيث انا صراحة متنخاف من الأدوية الجداد سوقتو انا من ذاك النوع اللي غين اخد الدواء صافي تنجبد الورقة ومتنقرع عليه ولا ندخل لجوجل عطي انا واحد الشخصية اللي خسي نعرف كل شي خسي نفهم كل شي خسي نعرف كل شي واتشي ببخفوارة يكون مضر بالإنسان يعني ببخفوارة تغمون بعينيك على شي حويش انا اللي طبق شاشة بزيف تنبغي نعرف الطفورة يدوى تنشوفوا عند وحده اخر ولا اي اسمية داست عليها مكتوبة تنجبد جوجل ونقلب عليها خسي نعرف صافي جيخ كواء لاش تطلاح لاش تديرو هالناس مهم حتفج بتقبل قادياله لقد فيه ديزافي سو كونداغ في شي حويج مهم تنخلعوا الواحد مخصوش يبقى قرأ صراحة للوراق ديال الدويات اعطاه لك الطبيب خسك التاكلي وصرته لنبيح تشوف انت واش ادار لك شي حاجة ودك الساعة تهدري مع الطبيب ديالك المهم كما قلت لكم اعطاني هادوه قلي اموه بعد شربي وحده اعطاني غير وحده في النهار ونشوفوا احت انا سولتوا على الكيني قلت لي واش بامكاني انا ندير الترويض قلي على حسب الترويض ما بيناش نبدو فيه من الول علاش لانو بخفوكين انشي ناس اللي تدرو الترويض وتزيد يؤثر لهم على العظام ديالهم يعني لكان ذاك الفتاق كما تقول انا بالعربية قليل تتزاد او لكان الحرق قليل تقدر يتزاد او لكان الحرق قليل تقدر يتزاد نشوفوا مع الادوية الادوية اعطات مفعول ايجابي وحسيتي براحتك عليها وهاد المينغ بتاهية حسيتي انك ارتاحيت وفليلو تتناسب زيان حسيتي بدك شي مازال هو هو ولا تزاد الحرق ولا هكا ديال negligence وقان هذا Happiness ما كأنا أكررت الناس كتنا ان관uşت فت moved غير حد ادتي غير هو الحاجة الوحيدة انشتغل لو انني بقليل غير خلال عنني غنيت ما ادت من由نا لا تقدم لا تقوсят جدد لك يا غني يحيط مرة اخرت لأنه في غير مون تجربة كانت خيبة بزاف وما غنعودهاش بإذن الله لأنه صعيبة ايو هاتش مكان البنات دفا هاد ليلة هادي ان شاء الله نحاول نبدأ الدواء ديالي نتمنى على الله ميدرليش ديزافي سيكوندير يعني يجي معايا يوالمني هو تي رياح قليتي رياح تيخلك نعسيب الليل تيحيد الحريق ديال المفاصيل عنده استعمالات أخرى بزاف يعني ضروري كل الأمر لا تتخذش بلا أردانس يو هاتش مكان البنات بالنسبة للناس اللي كانوا تيسولوا على الحال ديالي الحمدوليلا 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 كنت خايف بزاف 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 لا تكون عندي شي حاجة خايف بللا يستر ومتي تحولي شي أفكار صودية ويا فالليل ما عاوش لكم ليلات البارح كيف اجدوا وزها الشيطان كان لعب معي مزيان كان خدم معي الله ينعلو يخذيه يو الحمدوليلا وخات هاتش اللي يخرج فليا غير مرح ماشي ساهل يعني خاصوا المقابلة وخاص الدوا وخاص الالتزام وخاص صبر باش ما يتزادش حتي لتزاد كما قليت طبيب تنولو في مشاكل أخرى يو الحمدوليلا على كل حال وشكرا لكم بزاف على السؤال ديالكم على الدعوات ديالكم وانتلقى وان شاء الله في فيديوهات اخرى وده بغا تولف ومتتت خامقا ندير معاكم بهدي لقدرت حتى إلا عصبتني غا نحي دا نرتاح دونك البنات تتلو في راسكم وانتلقى وان شاء الله في فيلوغات اخرين تنبغيكم بزاف 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 السلام عليكم